مجزو السابع من الإخبارية السورية أهلا بكم تصدت وحدات من الجيش العربي السوري لمحاولات اعتداء وتسلل لجبهة النصر الإرهابية على نقاته في حي المنشية مصدر عسكري أعلن أن وحدات الجيش تمكنت من القضاء على عشرات الإرهابيين ودمرت ثلاث عربات مركب عليها رشاشات وقاعدة الصواريخ مع طاقمها في أحياء الكرك الأربعين طريق السد العباسية وحارة البدو حارة البجابجة وحارة الحمدين بمدينة درعة أكد وزير الخارجية روسي سيرغي لعفروف أن بلاده ستقاوم كل المحاولات التي يقوم بها البعض بهدف تعطيل الحوار والحل السياسي للأزمة في سوريا وأوضح لعفروف أن من يقود الحملة الأمريكية في المنطقة والذين يحصدون أموالا من أجل تأمين معلومات جيدة يعرفون بالضبط أن التصريحات الأخيرة كاذبة كما أنهم يعرفون من يدعم تنظيم داعش الإرهابي ويسلحه في سوريا والعراق وأفغانستان إلى فلسطين المحتلة حيث اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 15 فلسطينيا خلال اقتحامها عدة قرى وبلدات في الضفة الغربية المحتلة وكالة الأنباء الفلسطينية معا ذكرت أن قوات الاحتلال اعتقلت سبعة فلسطينيين في نابلس وأخرى من بلدة حارس بسلفيت كما اعتقلت فلسطينيا في الخليل وثلاثة آخرين من رام الله دعا نائب وزير الخارجية روسي جاناتي جاتيلوف المجتمع الدولي إلى وقف الحرب المجنونة التي يتعرض لها اليمن وقال جاتيلوف كلمة ألقها في مؤتمر المانحين الدولي حول اليمن المنعقد في مقر الأمم المتحدة في جنيف إنه في حال استمرار الحرب في اليمن سيستفيد تنظيم داعش والقاعدة وغيرهما من الإرهابيين والمتطرفين داعيا لتحسين الواقع الإنساني في اليمن في خبرنا الأخير قتل اثنان من جنود النظام التركي وأصيب آخر في انفجار عبوة ناسفة بمحافظة قارس شرق البلاد وسائل إعلام أعلنت أن عبوة ناسفة زرعها مسلحون في منطقة كاغزمان انفجرت وأسفرت عن مقتل الجنديين وذلك فيما تشهد تركيا اكترابات أمنية وحالة من عدم الاستقرار بسبب الحملة العسكرية التي يشنها نظام رجب طيب أردوغان على محافظات جنوب شرق تركيا وصلنا إلى ختام الموجز بأمان الله ترجمة نانسي قنقر